قبل ما نبدأ أخبارنا وفقاتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة نصبح على منا تطميننا على حالة الطقس وكمان المرور وأسعار العملات والدهب وتجاوبنا كمان على سؤال حالة النهاردة كنت بتشغل نفسها ازاي في آخر ساعة في رمضان وهي صغيرة سباح الخير عليك يا منا سباح الخير عليك يا شازني سباح الخير عليك يا هدير وسنواتوا طيبين أول حلقة لنا مع بعض في رمضان وانتوا طيبة وفي خير وإحنا صغيرين كان الساعة لقبل الفطار دي كانت بتبقى صعبة جدا لأن وإحنا صغيرين أنا كنت في المنتخب مصر الكاراتي وكان بيبقى عندنا تمرين فكان الساعة دي بتبقى دايما هي الفتنس يعني دايما كانوا بياخدونا آخر ساعة قبل الفطار دي فإحنا كنا بنوصل أصلا البيت بعد الأدان فببقى عطشانة جدا وبتبقى كمان ما هيش مثلا تدريبات عادية كانت بتبقى قائمة كلها على اليقل بدانية فكنا بنبقى خلصانين مراوحين بيت يعني مش شايفين قدامنا فكان بيبقى وقت صعب جدا يعني الساعة دي لكن دلوقتي بيتهايلي الموضوع بيعدي أسرع بكتير يعني الستات اللي كبرت شوية بقى بتبقى في المطبخ وبتبقى مش لاحق أصلا تخلص حاجة خالص قبل الفطار فدايما دلوقتي بقيت حيث ان الساعة لقبل الفطار دي بتخلص بسرعة جدا كمان أكتر مما ينبغي